اهلا بكم وبودكاست مكتب سكنرية انا لسعيدة جدا بحب اعمل اي حاجة مع مكتب سكنرية لان بحب مكتب سكنرية جدا نورتينا ويعني احنا طبعا في بودكاست مكتب سكنرية حابين احنا نتكلم عن حاجات كتير جوانب كتير في حياتك المهنية وحنتوقف كده عن اهم وابرز الاعمال طبعا اللي هما كلهم رائعين يعني حنبتتي بقى من البدايات خالص يعني انت نشأتي في سكنرية واكيد اسكنرية كان لها تأثير على يعني حياتك بشكل عام ياريت تكلمين عن التأثير ده اسكنرية طبعا بالنسبة لي مش بس مكانت ولدت فيه وعيشت فيه 23 سنة وانا اعتقد انها لست عيشة فيها يعني بقلبي لكن اسكنرية كانت بالنسبة لي هي حضارة وثقافة وهي احساس الانسان انه هو لازم يعمل حاجة مختلفة انه هو لازم يغامر انه هو لازم يسافر انه هو لازم يتعلم اكتر واكتر وبعدين انا برضو نشأت في وقتك اسكنرية لسه كمان فيها بعض الاجانب موجودين محلاتها مختلفة ثقافتها فيها شيء من يعني العالمية انها منفتحة على كل الناس بتتقبل كل الحضارات تتقبل كل الثقافات المختلفة يعني انا حسنت كما كان تعلمت منها كتير جدا وساعدني بعد كده لما عشت في انجلترا ورحت جامعة اكسفورد يعني كون ان انا كنت من اسكنرية ده ساعدني جدا عايز اقولك ان انا كنت لما انا يفسي متضايقة انزل واقعد على البحر بس اشوف الموجة كده واجاية ودايما في الشتاء فقعد على الرملة واتفرج على الموجة بس فطبعا البحر ارتبط عندي ارتباط شديد جدا بالحياة كلها يعني اصبح وقت اللي انا مبسوطة فيه بيبقى على البحر الوقت اللي متضايقة فيه ببقى على البحر برضو انه بيساعدني ريحة البحر يعني كتبت اول رواية نشرت ليه الفين وخمسة كانت رواية رائحة البحر بتتكلم على اسكندرية وعلى قد ايه ريحة البحر دي ما بتسبش الانسان مهما سافر ومهما راح امكن مختلفة فبالنسباني اسكندرية مش بس مجرد حتة اتولدت فيها لا هي حتة انا بحسة ان هي لها طابع خاص بيها جدا لها ثقافة خاصة بيها بتدعو الانسان دايما للانفتاح للمغامرة ان هو يتخذ قرارات في حياته مختلفة طيب كلمينا عن الفترة اللي سافرتي فيها يعني كطالبة درستي في انجلترا اه طبعا يعني ايه التحديات لواجهتك في اثناء سفر كينيك يعني كمصرية كعربية فتاة مصرية عربية يعني هل ادرتي ان انت و ازاي ادرتي ان انت تتجاوزيها لان الغربة برضو مع الدراسة مع التعارض لسخافات مختلفة اه طبعا في انا دايما بشجع الناس جدا ان هي تطلع من الحتة اللي هي متعودة عليها تروح مكان تاني يحاول ان هما يوجهوا التحديات المختلفة جامعة اكسفورد طبعا بالنسبة لي انا كنت الحمد لله متضربة كويس في جامعة اسكندرية في اداب انجليزي اسكندرية فيعني الحمد لله التدريب كان كويس لكن انا عملت الماجستير والدكتورات بتاعتي في مادة اللينجويستيكس او علم اللغويات الاجتماعية فما اني خدت سنة عن العلم ده ما كنتش برضو متضربة فيه بالقدر الكافي زي الناس اللي متخرجة من القسم بتاع اللينجويستيكس وهي من جامعة اكسفورد فانا دخل مع ناس جايين في الماجستير كلهم خرجين اقسام درست لهم كل المواد اللي احنا بندرسها وانا بالنسب لي معظم المواد دي جديدة خلاص او مرة اشوفها يعني فطبعا اول تحدي جاني ان انا يعني روحت للمشريفة بتاعتي قلت لها انا عايز انجح وعايز اخلص الماجستير بتاعي في سنتين زي كلهم فاعمل ايه؟ فقالتلي ان انا لازم ارجع تاني اعمل الكتب بتاعت الاندر جرادويت او الناس اللي هما لسه طلاب سنة اولة وتانية وتالتة وربعة في نفس الوقت اللي انا بدرس فيه كمان الماجستير فانا يعني جبت الكتب القديمة وبدأت ادرسها فيه طبعا لحظة جيلك كده اللي هو ايه يا ربي هو انا حنجح طيب والوحدة اللي انا حاسة بيها طيب وانا بعيد عن اهلي طبعا افتقاد الاهلي ده كان منسباني لان انا كنت مرتبطة جدا جدا بمامتي وبابايا اخوتي فان انا عبد عنهم ما كانش بقى فيه زمان زي لان دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي السهلة دي فكان حبد عنهم يعني حبد عنهم فكان بالنسباني انا فاكرة مجرد ان انا بس انزل عارفة كبان التليفون بتاعت انجلترا الحامرة دي المشهورة واكلم مامتي في التليفون بقى واخدت الجنيهات كده بالنسباني يعني اللحظة دي دايما انا رزم تدمع ان انا عايز اكلمها ويا رب ترد علي والجنيه ما يروحش ولا حاكلمها فعارفة فيه طبعا لحظات بقى حنين حنين الوطن طبعا الوقت زي ما قلتليك كان فيه تحدي بالنسباني في الدراسة جدا لكن الحمد لله انا فعلا خلصت في المعاد وبالعكس كمان يعني جبت درجات كويسة جدا وبرده خلصت الدكتورة بتاعتي الحمد لله في نفس المعادة اللي كان يفروض اخلصه لكن اللحظات اللي الانسان بيعيشها بقى انه هو الآن قاعد لوحده دي كمان كلها بتبقى لحظات انا بحيث انها بتقرب بالانسان من ربنا جدا تاني حاجة انها برضو خلتني ابقى معتزة ومرتبطة جدا بالثقافة بتاعتي يعني بدأت اسمع اغاني عربي اكتر بكتير بدأت اقرى روايات عربي اكتر بكتير يعني حاسست ان انا كاني لقيا نفسي ولقيا يعني البيت بتاعي جوه الثقافة دي فاني ممكن انت ساعدني بعد كاف الكتابة بالضبط يعني دراستك المتعمقة للتاريخ والهوية المصرية انعكست في كتاباتك يعني اه طبعا عندك حق جدا هل ده كان تأثير الغربة اه طبعا الغربة كان لها برضو يعني عامل كبير جدا جدا انك انت تعيدي فهم انت مين لان طول ما انت عايشة هنا في مصر طيب انت مصري زي جزي كل الناس التانين لكن فيش اي اختلاف لا اعرف لما اقولك لما تبعدي هتشوفي كل حاجة الصورة اوضح فلما بعدت وسافرت برا طبعا بدأت اكتشف مثلا ان انت ممكن تفتقد اللغة يعني انا فاكرة اول ما رحت فيها امريكا وبعدين كنت في مطار نيويورك بعد ست اسابيع بس ست اسابيع يعني فاول ما رحت في مطار نيويورك بدأت تسمع العمال مصرية فكأني اي ده قلبي جيرف رف انا بقى بقيتها حسة بجد يعني كأنك انت بتفتقد حتى انك تسمعي الكلمات اللي انت عارفها باللغة بتاعتك فحتى اللغة لها الحنين ده كأنها وطن فبدأت طبعا افهم اكتر وخصوصا ان انا العلم بتاعي هو علاقة الهوية باللغة وعلاقة المجتمعات باللغة فبدأت افهم قد ايه فعلا الانسان لغة تاريخ اهله اماكن انا كنت بافتقد اماكن بقى عايز اقولك يعني انا لازم اول ما اوصل لازم اروح على البحر اوض على البحر وعود شوية كده الواحدي خالص على البحر بحر اسكندرية بحر اسكندرية بس يعني انا كل البحر التانية دي بالنسبة لي احنا بحر اسكندرية يعني حتى اي اماكن تانية انا لازم اروح بحر اسكندرية وعود فيه طبعا اكلات معينة الواحد ميفكرش فيها خلص افتدي بقى ان انت تحلمي بيها يعني التحلمي احنا طبعا عندنا جبنا تركي ما نقولش لسه جبنا تركي مش رومي رومي بقى هيرا يقوله رومي احنا سكندريا نقول تركي فانا جبنا تركي دي بالنسبالي يعني انا كنت عايزة اقولك بصرف عليها سروة من الاموال عشان الاقيها الاقيها بورا مصر ولما ارجع اول حاجة عاملة ان انا لازم عندي على الابراهمية وجيب سندويتش يعني عيش سخن كده وجيب جبنا تركي وحطا جوا سندويتش وكلها وبعدين كده بتدي نكمل بها السعيدة هيدي يعني مسببات السعيدة فابتدي حاجات بسيطة كانت تحس ان فعلا الانسان محتاج ان هو يشعر بقيمة الوطن طيب التأثير بقى الهوية المصرية اللي انت درستيها والتاريخ انعكس في كتاباتك ويمكن في بداية مشوارك الكتابات كانت بتهتم بقضايا اجتماعية زي مثلا قضايا المرأة قضايا المجتمع لكن بعد كده حصل تحول ابتديتي تركزي اكتر على الكتابات التاريخية يعني قولنا كده كلمين على ايه سبب هذا التحول في التركيز وفي الاهتمام من القضايا الاجتماعية للتاريخ وانا الحقيقة بدأت اهتم بالتاريخ وانا صغيرة وانا عندي 17 سنة كتبت رواية على طارق ابن زياد وفتح الاندلس والخلينا اهتم الحقيقة مدرسة كانت صغيرة جدا في الوقت ده ودخلت لنا كده حصة التاريخ وقالت لنا جماعة اقفلوا الكتاب وانا هحكي لكم حكاية فانتي من تخيل احنا بقى في تانية سنوية يعني فقفلنا الكتاب واول مرة حد يامن معنا كده فبدأت انها تحكي وهي بقى بتحكي حسيت ايه ده؟ ده التاريخ حلو ده ممكن الواحد يعني يطلع منه بكصص وهلاقات بين البشر وحاجات حلوة جدا فبدأت يعني خدتني الدنيا بقى في الدراسة وفي الحياة ولقيت نفسي بكتب روايات بتتكلم اكتر على زي ما انت قلت المجتمع والهوية برضو والقضايا اللي موجودة في مصر او في العالم كل القضايا الانسانية لكن يشاء القدر ان انا ازور مسجد السلطان حسن وادرست السلطان حسن فتاني ارجع تاني شغفي اللي كان موجود قبل كده وجوايا للتاريخ يطلع فبتدي بقى اعرف في التاريخ الاسلامي بقى مصادر اجنبية ومصادر عربية ومصادر بقى عربية معصرة للاقعاد دي يعني مصادر مملكية ومصادر فاطمية ومصادر طلونية فبتدي بقى ان انا اعرف في التاريخ الاسلامي تاني اكتشف ان فيه كنز كبير جدا احنا محتاجين كنا نفهم والتاريخ عمتكا مش بس التاريخ الإسلامي فبدأت بأن أنا أتعمق فيه وبعدين هو زي البحر نفسك أن أنت رايحة من حتة لحتة فأعملت تكتبي فكل شوية تطلع لي فكرة تانية أو كتبت على المماليك وبعدين لقيت زي كده سيرة لحياة أحمد بن طلون مكتوبة حوالي 30-40 سنة بعد فأوفات أحمد بن طلون فحبته قد إيه حبيت أحمد بن طلون وكتبت كطائع ثلاثية ابن طلون بعد شوية اهتمت بالعصر الفاطمية لأني كنت بحب شخصيات زي بدر الجمالي جوهر السوكالي كنت عايزة بقى أفهم صلاح الدين أيو بيجي مصر إزاي وإيه اللي حصل فلاقيت نفسي دخلت بقرة أكتر عن الدولة الفاطمية فيعني تحسي كده وبعدين بقى يعني غزبا عننا لو دخلنا في التاريخ الإسلامي لازم تريد نشوف تطور فكر السوفي لأن طبعا السوفيين كان عندهم وضع كبير جدا حتى في فلسفة التفكير بتاعتهم اللي موجودة في العصور الإسلامية الأولى يعني أو حتى العصور الإسلامية الوسطى فعرفت حسن أن أنت دخلة حاجة بتدخلك في حاجة فلاقيت نفسي أن أنا يعني عايشة جوه عايشة جوه التاريخ الإسلامي واعتقد أن التاريخ مصر يعني من الحاجات اللي ربنا ادهالها كرزق يعني من السماء التاريخ الطويل الجميل ده اللي محتاج مننا هنطلع المناطق اللي الناس متعرفش عنها كتير الحلوة اللي فيها المصري قام بأدوار كبيرة وأدوار مهمة يمكن إحنا فعلا بجد ما نعرفش عنها كتير طيب التاريخ دايما بيبقى في خلفية رواياتك لكن ما بيبقاش هو العنصر الرئيسي يعني إنتي إزاي بتقدار يتوازني ما بين الكتابة التاريخية ومن غير ما تأثري على العنصر الإبداعي طبعا دي حاجة مهمة جدا لأن إحنا لو نتكلم على أنك إنتي هتعمل الرواية فأنتي محتاجة أن الكار يعرف أن دا مش كتاب تاريخ محتاجة أن أنت تكتيب له شخصيات يتعاطف معها شخصيات إنسانية خصوصا لو القرق بتاعك مش شرط كمان يكون من مصر دا ممكن يكون من أي مكان تاني بس في نفس الوقت أنت لازم تديله كمان الخلفية التاريخية عشان يقدر يفهم الشخصيات دي تصرفت التصرفات دي إزاي وليه في الأوقات دي فده طبعا بالنسبة لي كانت يعني حاجة مهمة جدا لأن أنا أولا وأخيرا عايزة أبين الإنسان عايزة أتكلم على الإنسان عايزة أتكلم على يعني تجربة الإنسان فدي كانت بالنسبة لي أهم حاجة أعملها لكن أنا برضو عشان الخلفية الأكاديمية بتاعتي دايما ببقى عندي أمانة علمية في طرح المواضيع وطرح الشخصيات يعني بحسة أن مهم جدا عندي أن أنا أحداثة تاريخية اللي موصوك فيها وطريقة عرض الشخصية اللي حشفناها في أكتر من كتاب تاريخ موصوك فيه لازم أن أنا عرضها بطريقة فيها صدق لأن الصدق بالنسبة لي كان مهم جدا في التعبير كمان أكاديميا فالحتة دي أثرت فيها شوية حتى في كتابة الرواية طب المصادر اللي بتستني دي لها يعني أنا عارفة طبعا أن فيه بيبقى دايما قبل ببداية ما تكتبي الرواية بيبقى فيه بحث وفيه قراءة متعمقة جدا إيه أهمية المصادر اللي بتلجأي لها قبل ما تبتزي بقى تبلوري قصة وتكتبي عن الأبطال طبعا لا هو المصادر بالنسبة للرواية التاريخية مهمة ومهم أن نحن نقراها بطريقة باحث الحقيقة يعني أنا عشان نكتب رواية تاريخية كويسة لازم اللي يقرأ المصدر يكون ما بيقراهوش بس مجرد قراءة معلوماتية لكن قراءة باحث يعني إيه يعني أنا عشان نقرأ المصدر لازم أعرف الأول إيه هي خلفية الكتب وكتب في السياق إيه وعلى هو كان معا أو ضد الشخصية اللي راح أكتب عنها لأنه ممكن هو كمؤرخ إنسان فيكون ضد الشخصية لسبب ما وده بيحصل طيب هو العصر ده نفسه هل هو كان ضد العصر اللي أنا كتب عنه فبيكتب عنه بطريقة تانية فلازم الإنسان يبقى عنده الخلفية البحثية دي أنها تخليه أنه يحاول يطلع الحقيقة من وسط الكلام وطبعا برضو لازم يبص لمصادر غير المصادر المكتوبة باللغة والأم لأن ممكن يجي مؤرخ بيكتب بالفرنساوي بالألماني يقول حاجة أنا ماخدش بالي منها لأن أنا وغدها كأمر مسلم بي فهو يقول كلمة أنا مش وغدة بالي منها فيخليني لأ أبتدي أقار تاني بطريقة مختلفة منظور مختلف فأهم حاجة في أي رواية تاريخية أنه نحن بحث علمي من باحث وأنه نقرأ أكتر من مصادر باللغات مختلفة مش بس باللغتنا رواية أولاد الناس ثلثية المماليك يمكن ذيك تواضحة فيها قوي أنك عطي قراءة العصر المملوكي ويعني كتبتي بنظرة مختلفة أو برؤية مختلفة عن المؤرخين يعني كلمين أكتر ليه اختارت العصر المملوكي وإزاي قدرت أن أنت تكسري الصورة النماطية عن المماليك طبعا زي ما حدرتك قلت بزبط وإحنا كعندنا صورة نماطية كلنا عن المماليك لكن أنا ما بدأت أقرأ عنهم اكتشفت إن لا الصورة النماطية دي غير صحيحة بالمر لأن عصر المملوكي عندنا فيه إحنا بنحكم على العصر إزاي إحنا بنحكم على العصر بالأثر اللي سابهنا بنحكم على العصر بوضع مصر في هذا العصر فوضع مصر في هذا العصر كانت إن مصر الحقيقة هي مركز الحضارة الإسلامية كلها فشوفي بقى حضرتك ده يعني قد إيه أهم مباني وأهم أثار تثبت لنا في العصور الإسلامية في مصر وأكثرها هي الأثار المملوكية لو قررنا الأثار المملوكية والأثار العثمانية أو الأثار الفاطمية أو الأثار الأيوبية لأن عدد الأثار المملوكية أكتر كثيرا فاحنا نشوف يبنبص لكذا حاجة لو بصنا المصر بقى كمركز تجاري يسيطر على العالم وصل لسيطرته لحد الهند هنلاقي مصر في الوقت ده كانت كده هنبص بقى للأدب وروعة الشعر في هذا العصر العصر المملوكي اللي خرج لنا حد زي البصيري العصر المملوكي خرج لنا الشاب زريف العصر المملوكي خرج لنا صفية دين الحلي فاحنا عندنا شعراء برضو رائعين جدا كانوا موجودين في العصر ده مفكرين بقى عندنا جلالة دين السيوتي عندنا ابن اياس عندنا ابن تغري بردي عندنا شخصيات مؤرخين وعلماء والعيز ابن عبد السلام يعني نلاقي ان احنا عندنا شخصيات هامة جدا ابن عطاء الله السكندري بعد ما نيفكر نلاقي شخصيات هامة جدا وكلها عاشت في العصر المملوكي وطلعت لنا كتب رواقع وجواهر من جواهر الكتب العربية والتراث العربي فحاسة ان احنا فعلا ظلمنا العصر ده جدا لو كلمتي بقى علماء الاثار حتى في مصر طبعا علماء الاثار اكتر الناس فعلا حاسين باهمية هذا العصر يعني كل الخرجين اللي هما درسوا العصور دي فعلا فاهمين اكتر عن العصر واهمية العصر طب رواية الحلواني وهي طبعا حصلت على جايزة الشيخ زايد في الادب كان لها برضو يعني مميزة ويعني من الروايات الحقيقة تعتبر مايلستون اعتقد في مسيرتك الابداعية كلمينا عن سبب اختيارك للعصر الفاطمي طبعا هو عصر يعني من اهم العصور اللي مرت على مصر وخاصة اول ميت سنة كانت فيها قوة وازدهار يعني ايه الحاجة اللي لقتيها مميزة او استثنائية في هذا العصر عشان تكتبي عنها هذه الروية العصر الفاطمي احنا عدنا عليه كده مررنا عليه مرور الكرام في المدرسة برضو مركزناش عليه جدا انما احنا ما ينفعش نبص لهوية القاهرة من غير ما نبص للفاطمين لان احنا عندنا اصلا ابواب القاهرة اللي موجودة حاليا سواء كان باب الفتوح باب النصر او باب زويلة التلاتة دول بنيهم الموجودين حاليا بنيهم بدر الجمالي شخصية زي بدر الجمالي اللي انقذ مصر من المجاعة وانقذ مصر من حروب اهلية بين الجنود الاطراق وجنود السودان طيب حد زي بدر الجمالي ده ازاي لحد يعني الرواية بتاتي ما كانش حد كتب عليه خالص فهو كان شخصية فعلا تستحق ان احنا نكتب عنها رواية ان احنا نكتب عنه عن شخصيته وعن حياته لان حياته حافلة بالاختيارات الصعبة بالمواقف اللي هو اضطر ياخد فيها قرارات هو نفسه كشخصية فيه تناقضات رهيبة يعني لو بصنا المسجد الجيوشي احنا هنا بقى في اسكندرية يعني بدر الجمالي ده مهم عندنا جدا مسجد العطارين هو اللي بنين فاحنا بنفكر الاسكندرانية كله مسجد العطارين ده حتة مهمة بالنسبة لنا جدا والمازال داخل مسجد العطارين عندنا اللوحة بتاعت بناء المسجد على يد السيد الاجل سيف الاسلام طبعا اللي هو عنده يعني 17 لقب حوالي اللي هو بدر الجمالي فاللوحة دي في حد ذاتها مهمة جدا فطبعا هو عصر طلع لنا شكل القاهرة اللي احنا عارفينه الشخصية زي جاهر رسو كل اللي هو فتح مصر وبنى مدينة الكاهرة وبنى جامع الأزهر برضو شخصية محتاجة من هنا ان احنا نفهم عنها أكتر حتى دخول الصلابيين بداية دخول الصلابيين وبداية انهيار دولة الفاطمين وتمكن صلاح الدين أيوي كان لازم برضو نتكلم عنها بطريقة أوضح ونوضح للناس ايه اللي حصل بالزبط فهي فعلا فترة مهمة جدا في تاريخ مصر وبرضو مهم نفتخر بيها قبل لان احنا حققنا فيها حاجات كتير اللي بيبني كل المبادئ الجامعينة دي مصري اللي بيحارب اللي بيقاوم كل ده بيعملوا مصري فاحنا محتاجين نايد قراءة دور المصري مش بس في مصر القديمة لا هو دور المصري مستمر على مر العصور طيب دايما دايما دكتورة ريم دايما بتطرح التاريخ في شكل ثلاثيات هل ده بسبب انه الثراء اللي موجود في المراحل التاريخية اللي كتبتي عنها؟ طبعا يعني انا بحس ان لو هكلم على الدولة الفاطمية مش هقدر ان انا اتكلم عنها في رواية واحدة او في جزء واحد فدايما ان السلاسيات بيقى فيه تلات حكايات منفصلة ومنتصلة كل حكاية منهم بتحكي على فترة من الفترات بتاعت الدولة الفاطمية اللي تكون ممتدة مدة طويلة مثلا المماليك امتده حوالي ثلاثمائة سنة 267 سنة بالزبط فنلاقي ان احنا او 268 فنلاقي ان احنا عشان نغطي الفترة دي محتاجين على اقل ثلاث حكايات بسلاسيات يعني ازاي بدأوا وقت اللي هما كانوا فيه متمكنين جدا ووقت زوال الدولة مثلا يعني ثلاث على اقل ثلاث حكايات عشان نبقى عندنا الصدق في المعالجة بالنسبة لرواية سبيل وغرق كتبتي برضو عن مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ مصر القرن التاسع عشر النصف التاني منها لكن من وجهة نظر مصريين مش من وجهات النظر الاخرى زي مثلا ما كنا نشوف المسلسلات والأفلام سبيل غرق مهمة جدا انا بتتكلم على قناة السويس على همية قناة السويس وفكرة السيطرة على البحور وعلى التجارة ودي حاجة طبعا فكرة مهمة جدا ودي كانت حاجة انا كنت عايزة اتكلم عنها وعبر عنها كمان بتتكلم على تعليم المرأة في مصر بداية تعليم المرأة كام واحدة ستة في الكارن التاسع عشر حربت لتعليم المرأة عشان احنا دلوقتي كلنا نقدر نتعلم ونقدر بسهولة من غير اي مشكلة لها مصر الريادة كوي جدا في تعليم المرأة وفي قوة ومصابرة المرأة فكان لازم برضو اتكلم عن الموضوع ده كان لازم اتكلم على ربط بين العصور المملكية وسيطرة المملك المصرية على البحور ودخول الانجليز مصر وتحطيم الانجليز لمدينة الاسكندرية اللي احنا محدش مننا يعرف كتير عنه وضربهم لقلعت قائد باي اللي هو مش صدفة فيمكن العصر ده محتاجين نعيد كراءته ونشوف حصل ايه وليه الناس دي عملت كده وايه اللي كان حسين بي والقوة المرأة طبعا دي من الموضوعات المهمة جدا دايما يعني لها حيز في كتاباتك دايما بتبقى لها سمات يعني بتبقى قوية قادرة على العطاء يعني حتى مثلا في رواية دكتور هناء هي رواية معصرة يعني لكن بركزتي فيها على القوة المرأة وانجازاتها والعلاقة بين الرجل والمرأة يعني كلمين عن رؤيتك في هذه القضية طبعا دكتور هناء كانت من الرواية اللي أحبها جدا هي تلت رواية منشورة ليا أنا عندي رواية كتير أول بس مش منشورة فترجي كلها هي الدكتور هناء كانت تلت رواية منشورة ليا وخدت جايزة سويرس كأحسن عمل لمؤلف شاب في الوقت ده والدكتور هناء من رواية اللي أحبها قوي وترجمة لغات كتير يعني ترجمة انجليزي وأسباني ويوناني وإيطالي فهي رواية يعني حقيقة لقيت ناس كتير ودايما اللي بيقراها بيقول لي إحنا كأنك بتكلم عننا سواء كانوا في إطاليا أو في فرنسا أو سوري في أسبانيا أو في البلد دي فأنا كنت عايزة أتكلم على المرأة القوية اللي تقدر أن هي يعني تكون ذاتها فيه برضو يعني وضع ممكن يكون فيه ضغوط شديدة جدا عليها سواء من فساد حواليها في المؤسسات اللي بتشتغل فيها أو سواء كان من تحديات شخصية بتتعرض لها كإنسان فازاي هتتعامل مع التحديات الشخصية ومع الفساد اللي حواليها من غير ما تخسر نفسها وده كان بالنسبالي برضو فكرة مهمة جدا وكمان كنت عايزة أقصر الفكرة النماطية عن المرأة الضعيفة لأن دي مش حقيقة خالص الحياة كنت تاريخين المرأة كانت لها إنجازات كأصف جميع المجالات طيب فيه رواية تانية برضو يعني مش عايزين نخفل عنها رواية بقاعة الفسدوك دي كان في بداية مسيرتك الإبداعية يعني كتبتيها أعتقد في ألفين بقاعة الفسدوك هي تاني رواية لي تاني رواية في ألفين سبعة ورشخوها كأحسن رواية في العام بتاعها في أمريكا يعني إيه واقع هذا الاختيار يعني على مسيرتك الإبداعية وخصوصاً كتبت في بداية المسيرة هل كان ده مثلاً بشكلك تحدي بحيث أن ننسي يعني بتحولي بقا أن ننسي تحافظي على هذا النجاح طبعاً آه جداً جداً أنا طبعاً يعني التاني رواية خدت جايزة عليها والتانية رواية خدت جايزة عليها فكان فيه بدأ يبقى فيه كده ضغط نفسي علي فعلاً تحدي جبير أن الواحد لازم يكتب حاجة مختلفة وحاجة جديدة وكمان أنه لازم يستمر في نفس المستوى يعني يمكن ده برضو كان الحمد لله توفيق من ربنا لأن ده شجعني أن أنا أكمل وبقى الفصدق رواية مهمة جداً أن تتكلم على الصراع بين الشرق والغرب بتتكلم على سواء كان صراع ثقافي أو صراع سياسي أو صراع مادي يعني بنتكلم على العلمة وتغير العالم في عصر معين فبدأ يبقى فيه انفتاح ولكن هل هو انفتاح حقيقي ولا هو بس انفتاح مادي وانفتاح يعني زي ما نقول التجاري وليس انفتاح ثقافي حقيقي فكنت عايزة أتكلم على الحتة دي في بقى الفصدق أنا خليني أحييكي على بجد اختيون العنوان كل عنوان أنا حاسة هو بيبقى ليه كده زي يعني رمز يعني اللي بيقرأ رواية بعد كده بيعرف ايه المقصود من هذا العنوان يعني سواء بعقية الفصدق أو الغواص اللي هنتكلم عليها دلوقتي يعني هي رواية أكيد كانت شكلت لكي تحدي من نوع خاص أنا أخدت منك ست سنين طيباً في كتابتها اللي هي آخر عمل لي على أبو حامد الغزالي يعني حجة الإسلام هي خدت مني ست سنين وفعلاً يعني أنا كان فيها تحدي جبير جداً جداً لأنني أنا الطريقة أن أنا أقرأ كتير جداً بش الطريقة أنا استمتعت الحياة استمتعت وغرقت مع الغواص عشت مع أبو حامد الغزالي وحبيت الشخصية جداً جداً تعطفت معاها حسيت بكل معاناتها بدأت أن أنا أقرأ بين السطور لما يتكلم على نفسه أطلع المقاطع اللي هو يتكلم فيها على نفسه علشان أقدر أكتب الرواية دي طبعاً برضو سعيدني أن أنا زي ما قلت لحضرتك غير أن أنا أريد كتبه لكن كمان أريد مصادر أجنبية ومصادر عربية عنه علشان أقدر أخد أكون فكرة كاملة يمكن حاجة فاتت مني في المصادر العربية أو الأجنبية فيبقى عندي فكرة كاملة عن الشخصية وبعد كده بقى بدأت أن أنا يعني أخش وأحاول أن أنا أفهم كل لحظة هو عاشها وحط نفسي مكانه مكان الشخصية بس هي كانت تحدي كبير لكن في نفسه وقت من حبي شديد للشخصية استمتعت وأنا بكتبها هل كتبت عن شخصيته يعني وحياته الشخصية أولا يعني كانوا الصيرة الزاتية يعني أنا حسيت أنها ما يفعش أن نكتب على شخصية إنسانية من غير ما تتطرق لعيلته اللي علاقته بأخوه اللي علاقته بمراته اللي علاقته بطلابه اللي علاقته بالناس اللي حواليه علاقته بالأعداءه عاملة إزاي فكان لازم أن أنا أغوص أكتر جول الشخصية دي وأفهم علاقته بكل الناس اللي حواليه وإزاي تعامل معهم فكت عايزة أطلعه من منظور إنساني مر بتجربة إنسانية وتجربة روحية خليته إنسان أحسن فإحنا كان لازم نمشي عليه معاه في كل خطواته ونشوف الشجاعة والقوة الشديدة اللي هو عاشها ومر بيها فيعني ما كانش عندي أي مشكلة أن أنا أخش في حياته للشخصية خصوصا أن أنا عملت كده قبلها في رواية ماري وأبو العباس على أبو العباس المرسي طبعا ولي الأسكندرية فدي كان برضو تحدي تاني رهبط حد زي أبو العباس المرسي إن أنا أكتب عنه وهو كإنسان إزاي يعني بالنسبة للرواية دي ماري وأبو العباس إزاي قدرت تربطي ما بين مرسي أبو العباس وماريو روسي هو الحقيقة الربط بينهم يكون واضح جدا لو بصين على جمال المسجد رائع رائع يعني ده اللي بناه فنان وفنان عارف هو بيعمل إيه لأنه لو شفتي مثلا الحتة الأندلسي اللي في المسجد والحتة المملوكي كأنها يعني هو طبعا تقليد يعني فكأنه عارف إن الراجل ده جاي منين هو جاي من أندلس وإن الراجل ده عاش في عصر إيه عصر الممليك فهو درسه يعني ماريو روسي تحيس إن هو دارس أبو العباس المرسي وحبه جدا ماريو روسي عنده إتقان شديد في أي حاجة بيعملها لكن هو علاقته بأبو العباس المرسي أنا حاسيت إنها علاقة روحية وأنا عشان بقرأ كتير على ناس قبل كده فحاسنا إن ساعات الصداقة مش لازم تبقى بالناس أحياء على فكرة أنت ممكن تحبي كاتب أو تحبي مؤرخ لأنك أنت عايشة معاه غير لك طريق تفكيرك حبتي فدي برضو حتة مهمة جدا في كتاب أخير كتاب البحث في السعادة ده يعني حقيقي اختيار رائع موضوع السعادة دي بشاغل ناس كتير جدا مفهوم السعادة وممكن نقول إن إحنا قدرنا نوصل لمفهوم السعادة البعض مننا بيعتقد إن إحنا فهمنا يعني لكن ما زال هناك دايما رحلة دايما إن إحنا مدور على مفهوم السعادة ودايما بنبحث عنها يعني دكتورة ريم كتبتي عن السعادة من منظور سوفي على مدار مراحل تاريخية مختلفة في العصر المملوكي والفاطيمي قولنا وجهة نظرك عن ليه كتبتي هذا الكتاب وإيه وجهة نظرك عن مفهوم السعادة البحث عن السعادة الحقيقة هي رحلة زي حتى مكتوب رحلة في تاريخ تطور الفكر السوفي من العصر الأموي لحد العصر الممليك هو بيبص على إزاي كل إنسان منهم ليه رحلة مختلفة عن التاني وكل إنسان منهم مر بتجربة مختلفة عن اللي قابله فتجرب الإنسانية دي كل ما تقري مثلا على أبو الحسن الشازلي فهتلاقي نفسك إن أنت إيه ده أنا فهمة الإحساس ده أنا جالي الإحساس ده مرة أنا فهم بناء أدمين جدا ومعندهمش مشكلة إنهم يتكلموا على إنسانيتهم فده خلاني إن أنا عايزة أتكلم في الكتاب على تجربهم الشخصية سواء كان ابن عطاء الله السكندري أبو الحسن الشازلي الغزالي طبعا مكتوب عنه في البحث عن السعادة فصلين طبعا عندنا برضو عبد القادر الجيلاني ربع العدوية أحد يعني أهم أكتاب الصوفية على فكرة فكان لازم إن أنا أبص عليه على عليهم كلهم مع بعض وأشوف رحلتنا في البحث عن السعادة بتكون عاملة إزاي وإزاي ممكن نتعلم منهم حاجة سعيدنا في حياتنا الجاية وإحنا كده عارفة زي ما يكون بقى بديك روشيتة علشان تخلي حياتنا القادمة أسهل وفيها ردة أكتر وفيها معرفة بالطريق للوصول للسعادة هل السعادة ممكن يعني نقدر نوصفها مثلا هل في فعلا زي كده روشيتة للسعادة هي طبعا السعادة بالنسبة لهم هي في الكربة من ربنا والتحرر من أي مديات ومن أي ارتباطات بالدنيا اللي احنا عيشانها ودي حاجة صعبة جدا طبعا نحاول كلنا نسعر نحاول نتحرر بس دي حاجة صعبة لكن برضو الحاجة الكويسة أن كل واحد منهم بيورينا طريقة مختلفة نحن كل واحد وصل بطريقة مختلفة عن التاني في الطريق ده فهل كلنا ممكن نوصل؟ آه بس السعادة في دنيتنا الحالية لها برضو زي ما نقول كده إيه مكان محدد من درشنا تعدي لكن كل ما قربنا من ربنا أكتر كل ما انفتحت روحنا أكتر وحسينا براحة نفسية أكتر دكتورة نييم لو بصينا كده على إنجازاتك وعمالك طوال يعني مسرتك المهنية الرائعة يعني هل في لحظة حسيتي فيها بالفخر وبالسعادة؟ بسي أنا بشوف أن الموهبة رزق من ربنا أنا مقتنع أن أصلا الإلهام هو رزق من ربنا أنا مش من نوع اللي مقتنع يعني الكتابة تدريب طبعا هي فيها تدريب وفيها شغل كتير بس هو لازم يكون فيه موهبة ودي بتبقى رزق من ربنا فالواحد يعني هيفتخر ليه بحاجة ربنا متدهله فهو يشكر ربنا عليها أكتر من أن هو يفتخر بأي حاجة تانية يعني يشكر ربنا أن هو اداله الموهبة دي بس كمان يخاف شوية ويفكر هو متدهله عشان يعمل بها إيه يعني زي ما يكون فهل هو إزاي يقدر يستعملها بأفضل طريقة ممكنة وإزاي يقدر يبقى مخلص لها بأكتر قدر ممكن يعني طيب بتحطي نفسك في المود مثلا إيه المكان أو الأشخاص اللي بتخليكي مثلا بيكونوا مصدر إلهام لكي أو بيشجعوكي على الكتابة بصي يعني عمتا بحاول أن أنا بحب أكتب الصبح الصبح ده الوقت اللي أنا ببقى فيه فائقة جدا تقوص صباحية ده الوقت الكويس أو بالنسباني طبعا لما كنت ببقى في المود الكتابة ببقى شايف حد قدامي خالص ومش مركزة مع الناس خالص يعني الناس كنت بتطريق علي يبقى أنت مش معينا أنت مش عايشة معينا أصلا ودخلا فعلا جوا الشخصية بفكر في الشخصية بس وأعيش مع الشخصية بس فده طبعا بيخلي شوية يعني الناس اللي حوالي خاصيننا مش معهم خاصيننا مش معهم وده ممكن يستمر قبل الكتابة بشوي يعني مثلا في رواية الغواص أبو حامد الغزالي قعد لا سنتين ولا حاجة قبل ما كتب في الكتابة حتى ببقى راية تماما بعد دخلة في أي حد يسألني سؤال بتكلمه على أبو حامد الغزالي ما بجاوبش أسئلة هو حقيقة شخصية مؤسرة من أحد أشهر علماء المسلمين وليه بصمة كبيرة في التصوف والفقه في حقيقة يعني استحق أنك كتب عنه كتاب لو بصينا كده الأعمال كلها طبعا أنا عارفة أنهم كلهم يعني زي ما بيقولوا بنات الأفكار الكاتب لكن إيه أحب عمل بالنسبالك والله أنا بحبهم كلهم يعني جد لا فعن بحبهم كلهم كل واحد بعيد كراقته يعني لسه قريب يمكن أعدت كراية سابين غارج وحبتها قوي يعني كأن مش هالك كتبتها يعني دايما الواحد لما بير رح حاجة تاني ساعد بيبقى أنا عمتا ما بحبش أقار تاني كممكن أعمل ده أحسن من كده لكن مع سابين غارج الحقيقة قاريتها تاني وقلت آه لأنا متعاطفة مع الشخصية دي وبعدين نسيت كده شوية نها اللي كتبها ورجعت تاني بقى إيه يعني لأ ده نها اللي كتبها بس يعني حبتها يعني بيفوت شوية وقت كده وبعيد كراية رواية يعني بخش جواها برضو تاني وبحس إن أنا لكن كلهم طبعا بحبهم جدا تنصحي لو حد عايز يبتدي يعني مشوار الكتابة يعني عايز يبتدي بقى يعني يكتب وينشر أعماله من الشباب تنصحي بإيه؟ الإراية الإراية كتير 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 إراية بتعمك وبتركيز شديد طيب إحنا الآن في نهاية البودكاست إحنا سعداء جدا بوجودك معنا ويعني مش عايزين الوقت يخلص حقا وكان نفسنا نقعد أكتر من كده بس عايزين كلمة لمكتب سكندرية بالنسبة عيد ميلادها الـ 22 وكلمة لمتابعي بودكاست مكتب سكندرية طبعا أنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة في مكتب سكندرية مكتب سكندرية منارة ثقافية للعالم مش بس لمصر أو حتى لسكندرية ده الدور الأساسي لمدينة سكندرية اللي أنا دايما شفته من وانا طفلة ومن وانا يعيشة فيها دور ثقافي ودور انفتاح ودور فهم ودور تسامح وتقبل فأنا سعيدة بكل حاجة بتعملها مكتب سكندرية وطبعا لها معزة خاصة في قلبي جدا وسعيدة قوي قوي بالفكرة بتاعت البودكاست لأنها هي فكرة بتقربنا قوي من الناس بتقربنا من الكراء بتقربنا من كل اللي بيسمعونا مبسوطة بيها وأتمنى أنها تنجح وتبقى موجودة كتير وتستمر إن شاء الله إحنا بنشكرك على وقتك وعلى وجودك معنا إن شاء الله هيكون لنا لقاء تاني ببودكاست مكتب سكندرية شكرا هل في أي مشروعات جديدة كده حبا نعلم عنها طلع مجهدة قوي من رواية الغواص فقاعدة كده برتاح التنفس بس لأنها يعني خدت خدت مكة كبيرة شبا بس إن شاء الله في انتظار أعمالك الجديدة يعني ونتمنى لك دايما كل توفيق ونجاح شكرا